المحطة الرئيسة في زيارات الخارجية وجولاته الخليجية ودائماً ما يشيد بما تشهده من تطور حذاري وإنساني تربط بين مملكة البحرين وجلالة الملك شارز الثالث العديد من المواقف التي تؤكد مدى اعتزازه بمكانة المملكة فقد كانت البحرين محطة رئيسية في الزيارات الخارجية التي قام بها الملك شارز إلى الدول الخليجية والعربية منذ أن كان ولياً للعهد وشهدت زيارته للبحرين تحديداً العديد من اللقاءات الرسمية والجولات مع جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي عكست ما يجمع بين المملكتين من روابط تاريخية وعلاقات مميزة هذا وكانت زيارة جلالة الملك شارز الثالث الأولى إلى مملكة البحرين عام 1979 برفقة والدته أتبعها بزيارة عام 1986 وشهد عام 2007 الزيارة الثالثة للملك البريطاني أما زيارته إلى مملكة البحرين عام 2016 فكانت الزيارة الأكثر زخماً حيث تضمنت العديد من اللقاءات والفعاليات التي ترجمت العلاقات القوية والمتميزة بين المملكتين وكانت حدثاً مميزاً لأنها شهدت الاحتفال بمناسبة مرور 200 عام على العلاقات البحرينية البريطانية وخلال الزيارة والتي استمرت عدة أيام جرت محادثات رفيعة المستوى بين جلالة الملك المعظم والملك شارز الثالث تناولت تدعم أسس التعاون الثنائية وبحث التحديات التي تواجه المنطقة وخلال زياراته المتواصلة للمملكة دائماً ما يبدل ملك شارز الثالث أعجابه بمستوى التطور الحضاري الذي تشهده البحرين وما يتسم به المجتمع البحريني من أبعاد حضارية تقوم على التعايش والمحبة بين مختلف أبنائها والمقيمين على أرضها وما يمتلكه هذا البلد من إرث عريق وما يبذله من جهود لمشاركة المجتمع الدولي في الحفاظ على الأمن والسلام في ربوع العالم